إياك أن تجيء يوم القيامة وعليك أوزار أكلت فيها حقوق الناس فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغتك إنني لا أغني اليوم عنك من الله شيئا احذر صغير الظنوب قبل كبيرها إن أصغر ذنب عندك يوم القيامة يكون أكبر في نظرك من أكبر ذنوب العالمين يوم أن تقدم مع الأفواج فتوزن عليك الأعمال فلا تنجو من النار إلا بحسنة حسنة كنت تستطيع أن تنجو بها بشق تمر بكلمة طيبة بسكوت عن شهوة حرام بابتسامة صالحة بإحسان للخلق قد أحياك الله وأعطاك عمرا كنت تستطيع أن تحصل هذه الحسنة أشغلتك عنها الدنيا والشهواء تنظر أيمن منك وأشأم منك ومن حولك وتدور فلا تجد إلا النار ويأذن الله لك أن تخوض في الحشري فتلقى ولدك تقول يا ولدي أي أبي كنت لك يقول يا أبتي كنت خير أبي تكد وتشقى وتطعمنا تقول يا ولدي يا فلدتك بدي إني لا أسألك اليوم إلا حسنة أنجو بها فيقول يا أبتي لم أحاسب فوجي إن فوجي لم يحاسب وإنه ما أيسر ما طلبت ولكنني والله لا أعطيك الحسن